بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد نأخذ درسا اليوم في ماذا؟ في الأدب الكتابة بلقوسين المسائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد نين ولي الكلمات الجديدة إخبار إخبار أخبار يخبر إخبار استفتاح بمعنى ابتداء استفتاح بمعنى ابتداء سمي دعاء الاستفتاح للصلاة لأنه يستفتح يعني يبتدى به الصلاة اجتمال بمعنى تضمن اجتمل على كذا يعني تضمن كذا يدخل فيه كذا اندار بمعنى اخبار الإنسان اخباره بما بما هو شر قام النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار المشركين يعني بإخبارهم بعقوبة الشرك أنذر أخباره بشيء يحزنه بالعذاب والعقوبة وعكسه تبشير بشرهم بشيء يسرهم ويفرحهم هذا في الغالب قال يطلق العكس قال عز وجل فبشرهم بعذاب أليم هذا من باب التقريع والتوبيخ لهم تبرك تبرك يتبرك تبركا يعني طلب البركة التبرك هو طلب البركة تبشير سمعت معناها أفرحه جعله يفرح أخبره بشيء يفرحه يفرحه انذار انذار تقدم معناها طيب تبرك تبشير إدخال الفرح والسرور تبليغ بلغ يبلغ تبليغا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الناس تخويف مصدر خوف تخويف العصاة بالعذاب مهم من أجل أن يترك المعصية تمثل يتمثل بمعنى تشبه تمثل نعم تمثل ها هنا يعني بمعنى تمثل تبثل بكذا سيأتي إن شاء الله في النص ويظهر معنى في السياق لأنه تحتمل معنى آخر جلالة لفظ الجلالة يعني الله خطر خطر بمعنى عاقبة خطر المعاصي عظيم ختم بمعنى إنهاء ختم الدرس إنهاء الدرس شهد يشهد أقر عصاه جمع عاصي غرض يعني مقصد فصل بين الشيئين فصل يعني حاجز بين الشيئين متضاد يعني هذا ضد هذا يعني عكس متعاكس معاند يعني معاند لا يريد النصيحة ويعاند يرفض يرفض قبول النصيحة مقدم هذا الكلام قال التقديم حرس وحريص حرس الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن كلف بتبريغ الرسالة على نشر الإسلام ودعوة الناس إليه طاعة لأمل ربه فدعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن المشركين قاوموه يعني وقفوا ضده فلم يجد مفرا من قتالهم حتى يستجيبوا للدعوة وكان من بين قبائل العرب التي دعاها إلى الإسلام قبيلة بن الحارث بن كعب فقد أرسل إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن استجابوا كتب إليه وإن لم يستجيبوا قاتلهم وقد دعاهم خالد إلى الإسلام فاستجابوا له من غير قتال فكتب أي النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة دعاه فيها إلى العودة ومعه وفد منهم النص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد للنبي رسول الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكن هذه الكتابة كتبها يأمر بعض أصحابه يكتبون معه ويقرؤون عليه أيضا من محمد للنبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أحمد إليك الله أي أحمد الله وأظهر حمدي إليك أخبرك أني في نعمة أما بعد فإن كتابك فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بن الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن قد هداهم الله بهداه فبشرهم وأنذرهم بشرهم بالثواب لمن آمن وأنذرهم بالعقاب لمن كفر وعصى وأقبل وليقبل معك وفدهم يعني تعال ويجي معك وفد منهم والسلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته شرح المفردات فبشرهم فعل أمر من التبشير وهو الإخبار بما يسر ويفرح قال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أنذرهم فعل أمر من الإنذار وهو التخويف من الشر قال تعالى فأنذرتكم نارا تلضى الشرح استفتح الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته إلى خالد بن الوليد بذكر الله تعالى باسم الله تبركا به ثم ذكر المرسل منه محمدا والمرسل إليه خالدا وحياه بعد ذلك بتحية الإسلام وهي السلام فحمد له الله ثم انتقل إلى الغرب يعني المقصود من الرسالة ثم انتقل إلى الغرض من الرسالة حيث أخبره بوصول رسالته التي عرف منها دخول قبيلة بني الحارث بن كعب في الإسلام من غير قتال وأمره أن يخبرهم بما أعده الله لمن أطاع من نعيم ولمن عصى من عذاب أليم وطلب منه أن يعود ومعه وفد منهم وفد تقدم معناه ثم ختم الرسالة بما بدأها به وهو تحية الإسلام الأفكار والخصائص تتضمن هذه الرسالة ما يأتي واحد بيان طريقة الإسلام في الدعوة إلى الله وهي البدء باللين والقول الطيب نعم إثنان وهذا في أثناء أرض الإسلام على الكافر والمشرك وحتى على العاصي والمبتدئ نعم لما تدعوهم إلى التوبة والهداية والرجوع إلى الحق إن بغي أن تكون الدعوة باللين هذا في الأصل حتى إن الله عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقول له قولا لينا وهو فرعون أشد الناس كفرا الذي قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا لماذا وهو كافر معاند قال عز وجل لعله يتذكر أو يخشى وأما في حالة العناد لما يكون معاندا ويحارب أهل دعاة الحق فإنه يتعامل معه بما يستحق من الهجر والتحذير إثنان بيان موقف الإسلام من المعاندين العصاه وهو قتالهم إذا لم يستجيبوا للموعظة الحسنة العصاه يعني الكفار مراد العصاه الذين عصوا الرسل وعصوا من يدعوه من الإسلام رفضوه والقتال يقوم به ولاة الأمر قتال الطلب ثلاثة اجتمالها على ثلاثة أقسام ألف المقدمة وتتضمن ذكر اسم المرسل منه والمرسل إليه فالتحية اسم المرسل منه اجتمال يعني تضمنها تتضمن ماذا تحتوي على ماذا على المقدمة وفي المقدمة ذكر المرسل من فلان من فلان والمرسل إليه الذي تصل إليه الرسالة ثم التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته با الغرض وهي تضمن موضوع الرسالة أي المقصود منها جيم الخاتمة وتتضمن السلام الفصل بين المقدمة والغرض بأما بعد خمسة البلاغة النبوية البلاغة النبوية التي تمثلت فيه هنا هنا تمثل يعني ظهرت في كذا ظهرت في كذا في استخدام بعض الأساليب البليغة كالجمع بين المتضادين فبشرهم وأنذرهم هذا من البلاغة أن يجمع بين لفظين متضادين كل منهما كل منهما يؤدي غرضا بأ الإجاز مع الوفاء بالغرض الإجاز يعني الاختصار مع الوفاء بالغرض يختصر الكلام ولكنه كلام كافي بعض الناس يختصر يختصر الكلام لكن يترك أشياء مهمة ما يذكرها وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي لا الأسلوب النبوي كلام مختصر وهو يكفي لا يترك شيئا مهما إلا وذكره لا يترك شيئا يحتاج إليه إلا وذكره الإجاز مع الوفاء بالغرض جيم سهولة الألفاظ ووضوح المعاني نعم